أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين بعد استهداف دراجاتهما النارية من قبل طائرة إسرائيلية من دون طيار ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة تزمن ذلك مع اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال ومحتجين غاضبين على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أداء قالت المصادر أن المواجهات دارت في المدخل الشمالي لبيت لحم وفي مفرقة بين عينون أو بيت عينون كذلك اندلعت مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال في محيط المدارس ببلدة تقوع شرق المحافظة جنوب الضفة الغربية المحتلة ووفقا للمصادر فقد سقط جرح نتيجة استخدام الاحتلال للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطية كما جر اعتقال وعدد من الشباب لترتفع حصيلة الاعتقالات خلال الخمسة أيام من الأخيرة إلى مئتي فلسطيني